السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مرة أخرى في درس جديد من درس اللغة العربية المستوى الأول من كتاب المفيد في اللغة العربية هذه المرة سنقوم بقراءة صفحة 151 صفحة تصفية الصعوبات القرائية نعم إذن لنقوم بقراءتها الآن أولا أقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار أقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار نقوم الآن في قراءة المقطع الأول با با حرف البا في آخر الكلمة مع الحركة القصيرة الفتحة ثا ثا حرف الثا مع مد الألف تن تن حرف التا في آخر الكلمة مع تنوين الضم نو نو حرف النون مع مد الو كن كن حرف الكاف في آخر الكلمة مع تنوين الكسر قو قو حرف القاف في آخر الكلمة مع الحركة القصيرة الضم دا دا حرف الدال مع مد الألف ضن 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 حرف الضاد في آخر الكلمة مع تنوين الضم نقوم الآن بقراءةها من اليسار ضن دا قو كن نو تن تا با نقوم الآن بقراءة السلسلة الثانية من المقاطع سو حرف السين مع مد الو سو حرف الصاد مع مد الو ذي حرف الذال مع مد اليا ضي حرف الضاد مع مد اليا طن حرف الطا في آخر الكلمة مع تنوين الفتح ضن حرف الضاد في آخر الكلمة مع تنوين الفتح صن حرف الصاد في آخر الكلمة مع تنوين الكسر ظن حرف الضاد في آخر الكلمة مع تنوين الكسر الآن سأقوم بقراءتها من اليسار إلى اليمين الآن أقرأ الكلمات مبتدئا من الأعلى ثم من الأسفل بطاطس صياد ثلاثة ظلة مناظر قنطرة صديق صديق قصير قصير طويل طويل أكباش أكباش الآن سنبدأ في قراءتها من الأسفل قنطرة صديق قصير طويل أكباش بطاطس صياد ثلاثة ظلة مناظر جيد لأن نمر إلى الفقرة الموالية ثالثا ألاحظ وأقرأ نعم سنلاحظ هذه الصورة من يوجد في الصورة؟ طبعا هذا ولد يوجد في الصورة ولد بماذا يقوم هذا الولد؟ نعم إذن هذا الولد يجلس أمام شاشة الحاسوب هذا نسميه حاسوب يجلس الولد أمام شاشة الحاسوب ويقوم بكتابة شيء ما في الحاسوب إذن مرحبا بك كتبت في الحاسوب إذن فقط أنه أهل الحاسوب هو الذي رحب بالولد وقال له مرحبا بك إذن سنقوم بقراءة هذه الفقرة لمس طارق زر حاسوبه الجديد فلمعت شاشته وكلمه صوت رقيق وكلمه صوت رقيق لمس طارق زر حاسوبه الجديد فلمعت شاشته وكلمه صوت رقيق مرحبا بك ماذا تريد؟ مرحبا بك ماذا تريد؟ شكرا أريد أن أتعرفك شكرا أريد أن أتعرفك نعم لكن حذاري أن تجلس أمامي طويلا نعم لكن حذاري أن تجلس أمامي طويلا لأن ذلك يؤذيك لأن ذلك يؤديك جيد إذن في هذه الفقرة نفهم أن هناك حوارا إذن نقول حوار بين طارق وحاسوبه الجديد إذن طارق أراد أن يتعرف الحاسوب فقال له الحاسوب مرحبا بك لكن احذر أن تجلس أمامي وقتا طويلا لأن ذلك يؤديك في صحتك وفي عينيك ولن يتركك تقم بواجباتك إذا قمت فقط باللعب في الحاسوب واتركت واجباتك المدرسية جيد سأعيد قراءة هذه الفقرة لمس طارق زر حاسوبه الجديد فلمعت شاشته وكلمه صوت رقيق مرحبا بك ماذا تريد؟ شكرا أريد أن أتعرفك نعم لكن حذاري أن تجلس أمامي طويلا لأن ذلك يؤديك نعم جيدة أيها التلاميذ إذن قوموا بقراءة هذه اللوحة القرائية سواء المقاطع الصوتية ثم من بعد ذلك قوموا بقراءة هذا النص جيد إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الصفحة القرائية شكرا على حسن تذبائكم وإلى اللقاء في حسة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر